كان تبي توفر حاجيات الناس تحتاج إلى معرفة معرفة المجتمع معرفة حقيقية ويجب أن يتعايش أو أن يكون الخطاب متوازي هناك خطاب بين الرسالة والمستمع والمرسل يجب أن يكون فيه تواصل ما بين المشاهد وما بين القناة أو الوسيلة يعني في الفترة اللي هي الوسط اللي كانت فاتت الأربعين سنة كانت مرحلة صعبة جدا والرسالة الإعلامية هي كلها مرسلة كان المشاهد فيها والمستمع فيها هو في دور المتلقي فقط لا علاقة له بالمشاركة ولهذا أنت حتى الاستطلاعات وحتى التقارير هي وكأنها إجبارية أنت إيشني رأيك فيه كده كده وكأن فيه إيحاء بنوع الإجابة المطلوبة لكن حاجيات المشاهد والمستمع اللي نتحدث عنها طبعا واسعة جدا هناك حاجيات فكرية هناك حاجيات تعليمية هناك حاجيات خدمية أنا نحتاج إلى معرفة المسؤول الفلاني والمؤسسة الفلانية الصحة والتعليم والاقتصاد أنا محتاج إلى معرفة تقارير تقوم بها المؤسسات الإعلامية الراديو والتلفزيون والجريدة وإلى غيرها إلى معرفة مقدرات المجتمع وين التروم تعلم شد هذه كلها من حق المواطن على هذه المؤسسات أن تقوم بها هذه لأنه هو في النهاية المؤسسة الإعلامية تقوم بهذا الاستطلاع طبعا لا نغيب عن مسألة المواصفات المهنية الشفافية والحيادية والموضوعية والأمانة والمصداقية كل هذه وغيرها يعني فيما يتعلق بهذا الجانب مسألة الخصوصية الآن إنهتك سترها معايش في خصوصية الإعلام مجرد ما يحصل لك لقطة سواء كانت على اليوتيوب أو كان على كده على طول ينزلها بدون أي ضوابط أو حقوق نشر المسألة هذه غير موجودة ومعرفت أيضا ما ينقصه التكمل لكلامك شوية ما عرفت ما ينقصه المجتمع وأيضا طرح لربما الظواهر والمشاكل التي تمر داخل المجتمع وإيجاد الحلول لها سمحني سمحني سيد نادر الإشكال هنا وين إشكال واسعة شوية لأنه أنت هنا بتجرني إلى حديث عن رؤية ورسالة هذه القنوات فيما سبق كانت الرسالة الإعلامية والتلفزيون والراديو وغيرة كان فعلا عندها رسالة ويؤدي في مهمة ويشتغل فعلا من أجل المواطن يرفع مستوى الوعي عندها لكن الآن معظم المؤسسات إلا ما رحمه ربي الخطاب أصبح مؤدلج إما أن يكون هي رسالة سياسية أو تكون أيدولوجية أو تكون اختصاص هي مختصة منهاش علاقة بشأن المواطن نعم طيب